أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم تصلي على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم بعزاء آل محمد عليهم السلام عزاء الشجرات المنادي بها الله لعالم الوجود أجمع بكل تجلياتها والحاملة في الأغصان والثمار والمظهرة للأوراق جمالا هي شجرة الله شجرة الله التامة التي ينادي بها الله باسمه العظيم حينما تأتي أيام محرما الحرام تأتي أيام الله ويأتي وطر الله ويأتي ثار الله الله سبحانه وتعالى يتحدث لنا عن حقيقة في كربلاء لطالما انتظرها الأنبياء وتمثلوها في محاريب قيامهم للحق تعالى بكاءا ولطما وجزعا وتمنيا ودعاءا أن يواسوا حضر السيد الشهداء كما كانت القصة في زكريا وإبراهيم وموسى وعيسى والنبيين جميعا إنها الحقيقة الحاملة لكل رتب الوجود حينما نجتمع في أيام محرم الحرام لنزرف الدموع التي كشف إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن حقيقة الدمعة أنها تؤدي حق آل محمد عليهم السلام هذا الحق الذي لا يمكن على الأطلاق لا عبادة الملكوتيين ولا قيامهم ولا وظائفهم ولا شيء أن يقوم بحقها لأنها في حقيقة هذا الحق هو عون لكل رتب الوجود ما خلق الله سبحانه وتعالى سماء حتى كتب عليها هذه الأسماء الإلهية وخلق العرش وكتب عليه هذه الأسماء وخلق جبرائيل وكتب على جناحه هذه الأسماء وكل شيء هو من جهة الله سبحانه وتعالى وآية إلى الله إنما كان العون فيه تلك الأسماء ومن هنا نتوجه حينما نتوجه إلى أيام الله والدمع لإداء الحق هذه الدمعة إنما تعلو بقدر المعرفة كما أن الزيارة لحضرة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه من جاءه عارفاً بحقه كمن زار الله فوق عرشه هذه الدمعة التي ورد عن حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها تمزج بماء الحيوام الذي هو منبع البقاء في دار الآخرة فيزيدها ألف ضعف عذوبة عن عذوبة الجنان لأنها إنما تتصل بمعدن العظمة وجريانها يؤدي حق آل محمد ومن بكان فقد أدى حقنا وتنطلق هذه الدمعة من أحاسيس الشعور للشوق إلى الدمعة على ما بذلت إلى الدمعة على ما حملت إلى الدمعة على أي عنوان هبطت ولا أي ظلمات وأرادت أن تستنقذ وأرادت أن تمد يدها إلى جهنم فتستنقذ من جهنم أهل النيران لذلك ورد أن الدمعة على الفسين صلوات الله وسلام عليه لتطفئ نيرانا جهنم نحن نعلم أنه ورد في الروايات لو قطر قطر من جهنم على البحار لغلت وتبخرت أي شأن لهذه الدمعة حينما نبذلها على حضرة سيد الشهداء لابد أن عذوبة الدمعة مرهونة بالمعرفة المكتومة في القلب لابد لهذه الدمعة أن تكون لها صلة في الحرارة التي تنبعث من القلب وليس من العقل فحسب إن العقل هو آلة للوصول إلى تلك المعرفة وهي أن تزيل من دفائن النفس عنوان ما فطره الله في قلبك وليس في عقلك العقل طريق للوصول إلى حضرة سيد الشهداء لكن عرش سيد الشهداء ومعرفة سيد الشهداء وكل شيء ينبع إلى الله في محبة سيد الشهداء إنما موطنه ذلك القلب لذلك ورد عندنا في الأحاديث إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبداً لن تبرد أبداً لأن كل نفس من أنفاس هذا الخلق متعلق بتلك الحقيقة المضحية ومن هنا كل شيء سجل على جناح ملكاً أو كتف نبياً أو عين نبياً أو قلب نبياً أو تقصير كان قصور في معنى حمل رسالة الأنبياء يعلن عنوانه حضرة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وأنا أسدد دين الأنبياء هذا الدين الذي سجل في عالم الوجود نحن في دار الدنيا نقرأ آدم قبل وإبراهيم قبل وموسى قبل وعيسى قبل إلى أن نأتي إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا شأن من شؤون الدنيا لكن بين يدي الله سبحانه وتعالى لا يوجد زمان ولا يوجد مكان يوجد حقائق لذلك قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ما هو موجود بين يدي الحق المتعال هي تلك الدرجات وتلك الحقائق ولا دخل لها بالمنازل المنازل محكومة بالتقدير والحكمة الإلهية في تنزلها والحقيقة موجودة بين يدي الله سبحانه وتعالى إن هذه الحقائق كل شيء ضعف فيها كان قد سجل عليه اسم محمد وهذه الحقيقة التي انبعثت وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث معنا مفصلا في ذلك إن قيام حضرة سيد الشهداء وقيام حضرة رسول الله وقيام حضرة أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين كان لعنوان دين الأنبياء وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا أن هذا القيام قيام لنسف الظلمة ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه بل نقضف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون إن الباطل زهق وحقيقة الباطل هي جنود الجهل وحقيقة أنصار سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هي جنود العقل قام سيد الشهداء حينما عجز الوجود أجمع للقيام بوجه هذه الجنود فحطمها ولم يحمل أي إنسان مننا شيء من هذه الظلمة بل حملنا أنفسنا فحسب ونستعين بذلك حتى على هذه النفس بسيد الشهداء فنستصرخه عند كل توبة ونستصرخه عند كل استغفار ونستصرخه عند كل حاجة ليكون سيد الشهداء ليس قيام في وجه الظلمات ليمحقه والباطل يضحظه بل قيام حتى في قضاء الحاجات حتى في الشفاعة إن مقام الشفاعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا مفصلا لم يكن ليوم قيامة وجاهل من يتصور أن أولياء الله يعيشون في هذه الدنيا بحالة التقدير إن من المقادير إذا أراد أن يصل أي نبي أو أي ولي إلى الحق المتعال يجب أن يمزق تمزيق يجب أن لا يبقى حوله أحد يجب أن لا تستمر رسالته هي دار إبليس هذا العالم وليس دار الملكوتيين إلى أن يظهر الحجة بن الحسن فيضمحه صلوات الله عليه وآله إن حقائق الأئمة عليهم السلام بما فيهم حضرة بقية الله الأعظم روحي فداه وتجلل لتلك الشهادة لحضرة سيد الشهداء أما ترضين أن يكون الأئمة في ولده؟ فإذا مقام شهادة حينما أخبر رسول الله سيدة النساء عن شهادة سيد الشهداء ماذا أورثها في الدرجة الأولى؟ أن تكون الإمامة في صلبه وتظهر مقام الإمامة من مقام هذه الشهادة أو من هذه العذابات قام سيد الشهداء إلى عالم الظلمات أجمع وإلى عالم يعجز عنه أهل السماوات والأرض كما عجزت الملائكة فيما مضى في السماء حينما خلق الله الظلم فعمت فضجت الملائكة إلى الله سبعة آلاف عام بالطوفان حول عرش الله وتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يزيلها ما كان كافيا أن يتكشف عبادتهم تلك الظلمة في الزمان الأول حتى تدخلت سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها فخلق الله من نور كما يقول حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نور ابنتي فاطمة قنديل علقه في العرش فأزهرت السماوات والأرض بشيء أعظم مما كانت عليه سابقا ومن عبادتهم سابقا إن بحر الظلمات إذا جاء على دار الوجود لا يستطيع عالم الملكوت أجمع أن يدفعه لا يستطيع حتى أنبياء الله أن يدفعوه ولذلك فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ليكشف بهذه الكلمات عالم الظلم التي حملها بهبوطه وفي ذريته التي كان يحملها في صلبه أنتم تتلون كتاب الله سبحانه وتعالى أن الدم على سيد الشهداء ترقى ويعلو عذوبتها ويؤدي حق آل محمد حينما نقرأ هذه الحقائق كلها حينما ننظر إلى أن قيام سيد الشهداء الذي هو مصباح سيدة النساء إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاب وحقيقة هذه الهداية وهذا المصباح وهذه المشكات التي أظهرت هذا المصباح هي حضرة سيدة النساء كما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا حينما نقوم إلى أداء حق آل محمد علينا أن نكون رجال وجوديين رجال يقرؤون الحقائق فيثبتون عليها ويبكون الحسين بتلك الحقيقة لا بالتاريخ الذي كتبه الأموي ولا العباسي ولا غيره من المؤرخ الحقيقة في قيام حضرة سيد الشهداء وقيام عزاء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وقيام إلى معارف حضرة رسول الله وجود كحضرة سيد الشهداء لا يحق لأحد أن يتحدث عنه غير حضرة رسول الله وحضرة أمير المؤمنين وحضرة سيدة النساء والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين إنه أعظم يوم للفداء كما قال إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه إلى حضرة سيد الشهداء لا يومك يومك يا أبا عبد الله في رتب الوجود أجمع حينما أراد أن يكشف الظلمة هذا القنديل الذي كشفها في الزمان الأول في السماوات حتى خرت الملائكة ساجدة هكذا يكشفها ويدمغها في دار الدنيا لا يتصورنا أحد أن قيامه هو الذي أذهب بالطواغيط والظلمات إن حقائق بذل آل محمد عليهم السلام في التاريخ هو فاتورة كربلاء التي دفعت ثمن كل ظلمة وإخراسها إن جنود الجهل والعقل الذي تمثل بالجبت والطاغوت وغيرهم والعياذ بالله الرجسات النجسات التي كانت عند آل محمد عليهم السلام وصبروا على ذلك وأدمح اللوها بل نقضف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ما تشفون هناك الولاية لله الحق هذه الحقيقة التي تدمغ هذه الحقيقة التي أخرزت في الزمان الأول كل من يترصد لآدم عليه السلام فما دون من الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والمستضعفين هي التي أعانت كل الناس أن لا يستقوي الجبابرة بتلك المردة وتلك الشياطين ولو أننا توجهنا إلى هذه الحقيقة لكفتنا كفاية تامة أنا حينما أتحدث وأقول يجب أن نقوم في الأيام الإلهية لآل محمد عليهم السلام بأداء حق الشكر لأن حقائقهم هي التي محقت وهي التي أذهبت وهي التي دمرت ولا يمكن أن يعلو إليها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد انتحن الله قلبه للإيمان ومن هنا قال حضرته بالفضل عليه السلام عن أنصار كربلاء الذين بذلوا المهج هؤلاء قوم غرباء عن هذا الحمل وهذه الحقيقة لم نحملهم إزهاق الباطل ولم نحملهم نسف الظلمات بل كانوا أحب أن يسيروا معنا فلقوا الله بهذا اللقاء وفازوا بهذه الكفاية اعلموا أن كل حقائق تدور في هذا الكون مرهونة بأداء هذا الحق لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه لأن شكرتم لأزيدنكم ومعلوم أن قيام أداء حق آل محمد هو مقام الشكر إن هذه المظاهر وهذا العزاء وهذا البكاء وهذا الحنين وهذا التوجه إلى هذه القبلة والمرابط عليها والبراءة من كل شيء غيرها هو حقيقة أداء حق الشكر ومن أدى حقنا نزيده لأن شكرتم لأزيدنكم اعملوا آل داود شكرا إن مقام الشكر ليست تلك الألفاظ الذي نخرجها من أفواهنا وقلوبنا لا هي عن حقائق النعم إن مقام الشكر هو العمل كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه داود اعملوا آل داود شكرا أي أنكم توجهوا لطاعة آل محمد وإرضاء قلوبهم من هنا نعلم ما وجد في التراث الروائي ما من نبي بعث أو نبئ إلا بولايتنا وما من نبي إلا ووصى قومه بفضلنا والبراءة من أعدائنا لأن حقائق تحمل الأنبياء جميعا إن قيام سيد الشهداء صلوات الله وسلام عليه وأهل بيته وحواريه كحضرة أب الفضل وحضرة علي الأكبر وحضرة القاصم تلك الورود قامت لهذه الحقيقة وكانت هي في حقيقتها النور وأنصار هؤلاء هم شعاع ذلك النور كما كشف لهم حضرة سيد الشهداء وهذا الشعاع على مدى التاريخ هو قياما بوجه الظلمات بوجه الطغاة التي شعارها وعنوانها كما قطه سيد الشهداء عليه السلام رضى الله رضانا أهل البيت خطة بالقلم رضى الله رضانا أهل البيت ومعلوم أن رضى آل محمد عليه السلام واضح ومعلوم في كتاب الله ومجمع التراث الروائي ومجمع التراث الروائي ولا يمكن أن يدعي أحد الضياع عن هذه الحقيقة لذلك نحن ما آتينا به وقدمناه في السنين الماضية هو عنوان ما أجمع عليه في التراث نعم كثير من الناس تعودت قراءة كتابات الناس ولم تتعود قراءة أهل محمد يا كميل خذ عنا تكم منا ومن لم يأخذ عنا ليس بمنا ليس منا ولكن الأخذ ليس في شطر رواية الأخذ هو في مجموع التراث ما أتى في كتاب الله وعطرة أهل بيتي ما أن تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي أبدا هذه الحقائق التي قام لها سيد الشهداء وحينما نظر سيد الشهداء في عيون حضرة رسول الله فرآه باكيا لأن جبرائيل عليه السلام هو أحد جهات النبي صغيرة يعني روح القدس ورد عندنا في الأحاديث أن جبرائيل مخلوق مخلوق من روح القدس مخلوق من روح القدس من تجلي تسبيح روح القدس وروح القدس مخلوق من تسبيحات شيء أعلى وكل شيء مخلوق من تسبيح حضرة رسول الله وحضرات الأمة وهذا موجود في تراثنا الروائي بشكل واضح أن كل الوجود لا يمكن أن يظهر إلا بمقام تنزيه الحق لأن الله سبحانه وتعالى يظهر الحقائق بالتنزيه ولذلك قال إنا بنينا السماء بأيد وإنا لموسعون السماء تبنى بالأياد لكن ليس أياد كعمار هذا العالم إن مقام بناء السماء هو بمقام التسبيح في من يسكنها من الملكوتيين ومن يشاركهم في حقائق عبادتهم فهو وجود ملكوتاي يبني السماوات وموسع للسماوات أيضا على كل حال قيمة هذه الليالك قيمة من زار الحسين عارفا بحقه ومن بكى الحسين عارفا بحقه زادت دمعته عذوبة ماء الحياة كما يقول حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألف ضعف ألف ضعف وكلما زادت المعرفة زادت العذوبة أكثر إلى ما تفرون إنكم دعيتم إلى هذه الجهة الإلهية فإلى من تفرون هذه الجهة وإن شاء الله تعالى في هذه الأيام كل أبحاثنا ستكون في حقائق كيف محق الدجال وكيف يمحق الدجال وجوديا وظلمانيا وسياسيا وعسكريا وأمنيا وإي حقائق بذلت من أيام عشورة ودفع لها ثمن قيام حضرة سيد الشهداء إن سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم قد محق وحضرة سيدتنا زينب لأنها بعين المشيئة الإلهية التي كتبت على الحسين في القتل بكربلاء كتبت على حضرة ملكتنا السيدة زينب السبي في كربلاء نفس المستوى شاء الله شاء الله أن يراهن سبايا والمليكة والحافظة لعيال الحسين صلى الله عليه وسلم من أيها تلك المليكة العظيمة أنا أعجب ما أعجب بعض الناس بيقول لك شو هي نبي ما أنت تعلمت بثقافة والعياذ بالله عشوية قياسات جاهلة معارفة الكرآن ألم يمر معكم أن الخضر عليه السلام وليس نبيا بل هو عبد صالح ما كان موسى الذي هو من أولي العزم أهل أن يكون تلميزا عنده حيث قال لا لن تستطيع معي صبرا وكيف تستطيع صبرا على ما لم تحد به خبراء وهو ليس ابنا لفاطمة ولهو ليس ابنا لعلي الذي هو مضار نفس رسول الله نفس رسول الله وأنفسنا وأنفسكم بس في كثير أريو بغير كتاب الله وعترة أهل بيتي فلذلك أظلوا وأظلوا ظلوا وأظلوا بتجيب له التراث القرآني والروائي كله بين يديه بيليك منين جيبها ها أنت بدي أسألك أنت اللي بعقلتك من وين هال الكلام مش بهال الكلام أنت اللي بعقلتك من وين اعتادت الناس أنت تفلسف دون الرجوع إلى آل محمد وكتاب الله ومجموع تراث آل محمد عليهم السلام فأظلوا وأظلوا هذه الحقيقة التي قام سيد الشهداء إلى جنود العقل وجوديا كانت تسجل عليه في كل ضعف حيث ورد عندنا في الحديث أن الله حينما خلق العرش لم يستقر حتى حط عليه ألوف ألوف من الملائكة ليحملوه ما حملوه ألوف ألوف من الملائكة المقربين ليحملوه ما حملوه حينما كتب عليه اسمه محمد وعلي وفاطمه الحسن والحسين استقر يعني ما كان له استقرار يعني ما بيترشح منه شيء لأنه ما بيترشح إلا المستقر ولذلك قال الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب يقول رسول الله ونحن الذكر هذا الأطمئنان الذي له العرش قلب فيستقر بهذه المعرفة ولذلك ورد عنده في الروايات حينما كتبت عليه هذه الأسماء أصبح كالشعر على كاهل أحدكم تحمله الملائكة وبدال الملايين من الملائكة المقربين حملوه 8 وهو كالشعر على كاهل أحدكم حينما يعجز الملكوت أجمع من العبادة ومن الضج إلى الله ومن التسبيح ومن مقام القرب أن يكشف ظلمه فتتدخل سيدة النساء فتخلق مصباحا من وجودها يخلق الله مصباحا ومن قربها إلى الله ومن عبادتها إلى الله سبحانه وتعالى ومن تسبيحها إلى الله ومن تهليلها الذي لا يمكن أن يرقى إليه عالم الوجود أجمع ولو اجتمع الوجود بكل ملكوته وأنبيائه ورسله على أن يكبروا تكبيرة واحدة كما تكبر سيدة النساء صلى الله عليه وسلم في المعنى لما استطاعوا وأن المعاني الموجودة في تكبير وتنزيه حضرة سيدة النساء لا يمكن أن يرقى إليها وجود ولذلك تكبيرتها خلقت مصباح أنار السماوات وكشف الظلمة وزادها نوراً عما كانت عليه في الزمان الأول أنتم ما بتحتاجوا لآل محمد في وشه إن آل محمد عليهم السلام لو رفعت ساعة عن الأرض أقدامهم لماجت بأهلها لماجت وانكفأت وانتهت أقدامه بس مش أذكاره ودعاءه لو لا الحجة لساخت الأرض مش هيداً موجود بالطراثكم الروائة وعشوي يعني فيش فرق بيننا وبين الإمام الزمان نعوذ بالله أنتم هل مستيقظون لحقائق دفعها سيد الشهداء الدجال حينما وعدت أني فيما مضى في أيام شعبان وأيام الليالي الفاطمية أنه والله لن تستمر وقلت لن الذين يعملون مع الأبالسة في الزمان في هذا الزمان روحوا سألوا إبليسكم من هنهول ولكن إبليسكم يخادعكم ليسقطكم ما بيميز إبليس ابن آدم مسيحي إسلامي يهودي بوزي مهم عنده ابن آدم أسقطه إبليس عنده هوية اسمه ابن آدم ولذلك أنا دعوتكم إلى الآية التي يمكن أن تتسع كل الوجود كل الوجود اسحفوا إلى حضرة سيد الشهداء واشكروا لن تطمسقم ظلمة الدجال وستكونوا في أمان تحت خيمته إن أديتم حق شكره وَمَنْ بَكَانَ فَقَدْ أَدَّى حقاً هذا مو كلام كلام المعصوم العظيم التي تتوجه إليه قبلة الأنبياء جميعاً ليزدادون نوراً لأنه علم الله التام بدليل كتاب الله فيه تبيان كل شيء وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فهذا قرآن هذا قرآن بس النفوس بتحب تبرز يعني بيمفي خبليس بعقله بنسيه إنه في حقائق وجودية في هذا الوجود حتى ينسيه أداء حقه الشكر فيستحق السقوط وهكسهر بالأمة بعد حضرة سيد الشهداء نحن نأتي إلى أيام حضرة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لنعلن خشوعنا أمام هذه الحقيقة والتوبة والتوبة من أعظم ذنب بين يدي الله أن تتوجه إلى هذه الحقيقة بتنقيس حقها التي أورثه الله إياها التي أورثه الله إياها نعم بالتقدير إمام الزمان قدر أن يأتي بآخر الزمان وهي من تقديرات الله لكن إمام الزمان ثمر من كربلاء ومن يقتل في هذا الزمن وهو على الإيمان أو يموت فإنه مستودع في خزائن الله وسيعود وسيناعم شو المشكلة؟ لكن القيمة أن تكون على هذه الحقيقة أجعلتم سقاية الحاجب وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر من غير هذه الحقيقة سوف تتقاضفنا الشياطين وأن لم نقم مع الدجال سنكون مع الدجالين الذين يخرجون في آخر الزمان من ندير بالنا القبلة هي حضرة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليها ومنها ننصر كل مستضعفي الأرض وندعو مستضعفي الأرض للتمسك بها فينتصرون ندعو جميع مستضعفي الأرض أن يتوجهوا إلى حضرة سيد الشهداء يبكوا سيد الشهداء يندموا على عدم نصرة سيد الشهداء يتوبون من أن كانوا مفارقين حضرة سيد الشهداء سيجدون سيد الشهداء رئيفا رحيما كما جعل مع الحر عليه السلام أليست مدرسة الحر هي مدرسة بين أيديكم من قعر جهنم كان يجعجع بموكب الحسين حتى أصبحنا نحن ممن ننتسب لحضرة سيد الشهداء نقول له السلام عليك يا ويلي الله اسفع لنا عند الله إن القيام إلى المصباح الإلهي الذي أنار في الزمان الأول السماوات وسينير الأرض كما قال رسول الله لأبي وهذا موجود حتى في التراث العام أهلا بزين السماوات لسيد الشهداء قال يا رسول الله وغيرك زين للسماوات قال أعلم هذا الحسين زين السماوات أجمع لأنه ليش؟ هو حقيقة القربان هو المشتري الشفاعة شو الشفاعة؟ هي الاستنقاذ أنت ما قالك حق وأخدت هذه الشفاعة كل الناس تعيش أولياء المحبي أولياء المحمد مو بس أولياءهم المحبين والمودين لأمثالنا نحن الصغار نعيش في هذه الدنيا بسبب هذه الشفاعة وإلا كان مطلوب علينا المحق والفناء الذي حبس جنود الجهل والظلمة التي لا يمكن أن يقوم لها شيء مو أني وأنت يا حبيبي جبرائيل ومكائيل ما أدرواها في الزمان الأول حتى الله خلق مصباح من فاطمة فأزهرت السماوات والأرض وبذلك سميت الزهراء هذه حقيقة ما تعالجوا التاريخ كحقائق تعالجوا الوجودات كحقائق حين ذلك تفقهون لأن الله سبحانه وتعالى فضل نبيه منذ الزمان الأول على جميع الأنبياء ولم يكن محمد في الأرض وهم سبقوا محمد في الأرض ولكن محمد كان قبلهم في الزمان الأول حيث قال الله وتقلبك في الساجدين هذا الذي أنبأنا الله عنه وذخذ الله من صلب آدم الذرية وأشهدهم ألست بربكم هذا مش كرآن ولذلك ورد عندنا في الكتاب العظيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة أدى الأنبياء حق المودة فأقروا لمحمد وعلي بالفضل كما ورد ذلك عن الإمام الباقر عليه السلام ما من نبي إلا وأوصى أوصياءه وقومه بالولاية لمحمد وعلي وآله الطاهرين وبالبراءة من الجبت والطاهوت هذا شرط وكانوا يبكون الحضرة السيد الشهداء حتى أن زكريا عليه السلام في قصة كافها يا عين صاد التي يرويها الصدوق والتي يرويها بن قلويه وغيره وغيره نعجب من بعض الناس كيف يستعجبون ذلك على كل حال جلس في محراب ثلاثة أيام استحق كشف كربلاء كشف عن المعاني الوجودية وليس كشف ما يعيشه الناس قصة قتل بل قصة وفديناه بذبح عظيم هذا الفداء من الذبح العظيم في قصة كافها يا عين صاد ماج وبكى ودع الله وسأل وخرق الموازين حيث لم يكن لديه ولد أنهب لي ولدا أفتة به يكون مثالا للحسين وتجعله من المصطفين وتفتني بحبه واقتله قتل الحسين مواساة للحسين غير مسير حياته كله الله سبحانه وتعالى في الوجود هذا نبي مكرم معظم للأرض ولا شيء بتمثل أقدامه شو الأرض أتفه شيء الله لو ما تفاهتا ما حكم للجبابرة ما تشابه قلوبنا الأموية والعباسية لتجعل بعض الحكومات أو بعض الأمور هي غاية المنال هذا طالب دنيا من يكون هذا وهو منعرف عن الحقاقة لم يؤمن بالله لذلك قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب لذلك قال الله سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات لذلك ورد عندنا وإرادة الرب تخرج من بيوتكم لأن الله يقول فعل الخيرات منهم بس تعودت الناس على حب التبجح وحب الكسر وحب الغلبة وأرادت أن تتشابه قلوبها مع قلوب فرعون هذه المشكلة الإيمان وهذه الحقاقة الإيمان أن سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم حينما يلقي بدم عبد الله الرضيع إلى السماء فلم يسقط منه قطرة إلى الأرض يستودع في الخزائن وأن الله سبحانه وتعالى لا ينزله إلا بقدر معلوم يحافظ على توازنك حتى ما يظلك لأن الإن الإنسان لا يضغى أن رأاه استغنى تعرف ما استغنى؟ ما محتاج إلى الولاية ولا إلى الدعاء ما محتاج إلى علي هذا الغناء المال يصنع هذا على النفوس بل أنت تصور أنك أنت تعطي لي علي من يقرض الله قردا حسنا؟ الله محتاج مال حتى يدين منه ومنك يقرضه لك هذه الحقائق إذا قمنا لأداء حق شكرها فإنه ما سجل على جميع أجنحة الأنبياء على جميع أجنحة الملكوتيين وعلى الكروبيين وعلى الروحانين كلهم برتبته وعلى الآدميين وعلى الجن المؤمنين وعلى قيامهم وعلى نزولهم وعلى صعودهم وعلى حوائجهم في الدنيا التي يأدنى المنازل وإلا الحوائج في عالم البرزخ وما بعده من الأيام شيء أعظم بكثير من هذا والله يا أخوان في عنا روايات تصف آخر الزمان أنهم يسيرون خلف الجنازة وهم يتحدثون بشؤون الدنيا ولا يعتبرون ولا يرون قد أغفلنا عن عالم الآخر عن الموت الذي نجده كل يوم في ساعاتنا فكيف بالحقائق الإلهية إن الإيمان بالله هو إيمان بهذه الحقائق لذلك من أحب عليه فهو مؤمن ومن أبغضه فهو كافر شو الحب هو أنه أنا بحبه الحب هي إنما يشمئز قلبك من فضل لفضيلته بل ينشرح أولئك المشمئزون يجعل صدرهم ضيق كأنما يصعد في السماء قال إذا ذكر فضلنا آل محمد نحن محتاجين ندعي الناس لآل محمد أبد إنما والله ننطق بذلك حتى لا يهوى أحد وحتى لا يسقط أحد آل محمد مش محتاجين لشيء مجنون من يتصور آل محمد حتى إمام الزمان نحن محتاجين وهو محتاجنا قال عياذ بالله بيده 27 حرب وأنصاره الملائكة وجبرائيل وميكايل والأرض تخرج كنودها وكل شيء بخدمته جنود إن من جنود الحجة ملائكة من السماوات السبعة والأرضية السبعة كحبة ترى في لهوة عادكم هو محتاج قلب هو يملأها قصطا وعدلا وليس نحن من نملأها قصطا وعدلا نحن من نروح لعنده ليحللنا مشاكلنا مش لن نتقول عليه هي كتاب الله مش لن نقول له جاي تشق الأمة لأننا نتبع ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة في حق اسم سيد الشهداء وليس اسما آخرا وليس أي مشروع وفي حق اسم إمام الزمان لذلك قال الله سبحانه وتعالى بقية الله خير لك ولم يقل شيء آخر وأراد أن يوجهنا إلى هذه الحقيقة فقال إن أمتكم أمة واحدة الأمة الواحدة المش مختلفة هي الأمة لأنه بإجماع المسلمين الأمة تختلف إلى 72 فرقة إجماع 72 فرقة بإجماع الأمة حينما ندل على العناوين بغير مصادقها وهيك صار ببني ساعدة وهيك خرب التاريخ نحن مسؤولون عن أن نضع الموازين وقلبنا يتسع لكل مستضعف في هذا الأرض وآل محمد هم أصحاب الدين ومن يريد دين الله سبحانه وتعالى فليسهب إلى أصحابه أنت بتتعجب بيطلع لك واحد بيقول لك معني جاي بيقول له لعلي من أبي طالب معني بدي أنصر دين الله يا علي من أبي طالب دين الله عنده ويحك هذا نفسه رسول الله وهذا آية التطهير وآية القربة وهذا ولي الله الذي يتصدق بالخاتم بصير بدي أنظر على علي أنه كيف بيمشي الدين وهو صاحب الدين وهكذا إمام الزمان صلى الله عليه وسلم عليه سيتقولون عليه كتاب الله حينما يصبح الدين شعار مشروع سيكثر التأويل وحينما يصبح الدين ميزانه رضى الله رضانا آل محمد يعني الإسلام نحن والأم نحن والمشروع نحن ما في شيء تاني التاني هو خيالاتكم يتبعون ما تشابه منه تغاء الفتنة نحن مصرون على أن نتمسك بمقام هذه الولاية وهذه الولاية الداعية لكل مستضعف في الأرض تفتح بابها إلى الجميع ومن يريد أن يعطصم بعصمة الله أهلا وسهلا به والتائب أهلا وسهلا به الحسين ليس نحن نحن إن شاء الله يتوب علينا الحسين وهذا مثال كالحر العام كالحر أليس هذا مثال كربلاء لهذا القيام قام سيد الشهداء فكان الذبح العظيم الذي سجل على كل دار الوجود استقراره ولم يأذن سيد الشهداء أن تقوم الظلمة لا للملائكة في الزمان الأول فخلق الله منها مصباح المصباح حقيقته الحسين وظهوره التام هو حضرة بقية الله العظيم بالأول كشف الظلمة سجلت على الحسين وبالتنزل كشف الظلمة نزلت على الحسين وبالدنيا منع جنود الجهل والعقل أن تتسلط على القلوب والله شعر منا لهذه الجنود لو تتسلط عليك ابتعم لك شيطان الرجيم من حيث لا تشعر الله قال عنها أن لها ولاية والذين كفروا أولياءهم الطغط يخرجونهم الله نصب مقام الخروج لها لكن كيف كانت عصمتنا أن تتسلط علينا هكذا ظلمة بقيام الحسين واتسجل ديوان الحسين حضرة علي الأكبر حضرة القاسم حضرة أبل فضل العباس حضرة حبد الله الرضيع حضرة مولاتي وسيدة الكون زينب سلام الله عليها ورثه علي دين الأنبياء أين مريم وأين غير مريم من يصل إلى نعل زينب سلام الله عليها صاحبة النعم كما يقول أمير المؤمنين وكيف يقاس بنا من جرت نعمتنا عليه نحن النعيم ونحن النعمة وهذا تفسير كل التراث الروائي بالآيات الكرآنية بدك تقاس بالنعيم هي جنتها قد تقدر تفوت على بساتين من بساتينها تفوت ولذلك خلق الله وبيس جد لك كل الدهر ما بقوه مراسي حتى يوم القيامة الله سبحانه وتعالى شو قال له إني أحب أن أعبد من حيث أمر أنت بش مكسر رأسك لأمري أنت استكبرت عن أمري شو كان أمر الله لا ازجد لآدم شو قال له الله اخرج منها إنك رجيم ليس لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك مفصلا إذن الدجال ساقط لأن فاطورته مدفوعة من الزمان الأول في حضرة سيد الشهداء وفي حضرة ملكتنا وسيدتنا السيدة زينب وفي حضرة رقية شاء الله أن يراهن سبايا في حضرة سكينة في حضرة الرباب هو إله حقوق عليكم وقال ما حقولكم الظلمة دفعوا فاطورة محق الظلمة من يقاص بآل محمد عليه وسلم لذلك أنتم تعيشون في نعمهم وما تصنعونه كله شأن من شؤون نعمهم حملوكم أنفسكم حتى نفوسكم أعنوكم عليها ولا يقوم بالحمل الثقيل إلا أهله حتى حبيب غريب بريد غريب غرباء هو اللي قال عنهم أصحابي من الزمان الأول ولكن غرباء عن الحقيقة ما خصهم بإشعال المصباح المصباح مركب يحتاج إلى مشكات وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك مفصنا قام سيد الشهداء دفع فاطورة أن لا تتصلت ظلمة الجهل وجنوده على العقول والقلوب فتطمسها وحينما تأتي عليها ظلمات نفسك قال ذكر بقلبك الذي فيه حرارة عقلك إذا بكيت الحسين انكشفت هذه الظلمة إن البكاء الحسين عليه السلام هو دع حق الشكر ليس هناك ليش قال لأبك الحسين نعم قال كتاب مرثي كتاب بس ما قال مرثية تؤدي الحق يعني بعض الناس لو بيصحلون يعملوها مسرحية ما بيقصروش ما بيقصروش هل تعلم أن الدمعة هي موطن منبع وتفجر من القلب وليس من الدماغ وليس من أي شيء آخر ولا يمكن ما يتفجر به القلب من مشاعر أن تنطقه الألسم بالألفاظ أو يكون له مصطلح في هذا العالم جعل الله كلماته وحبره من تلك الدموع لغة لا يفهمها شيء إلا مقام عالم الآخرة لذلك قال فتزيدوا عضوبتها ألف ضعف هذه الحراءة بالشوق بالسجود بالحنين بالاستغفار بالتوبة بالعود عود لشو؟ التوبة لشو؟ للعود لإله هو صاحب الدين هو صاحب النعم هذه التوبة التوبة مش عبسة التوبة معرفة الطريق يا كميل خذ عنا تكن منا القلب إذا احترق والذي هو الفؤاد والذي هو موطن الحب الحقيقي موطن الحب ليس الدماغ الدماغ بيصور لك صور حتى ينزل للقلب يستحضر لك معاني حتى ينزل للقلب بس إذا انفجر القلب لا يمكن أن ينطق اللسان بحرف من معانيه وتعجز كل الألسنة وكل اللغات وكل الشكر أن يكتب حرف من هذا المعنى عرفتوا ليش الدمعة؟ الدمعة هي وجود لسان ما يعجز كل شيء عن أن ينضق بشأن من شؤونه ولذلك ألزمكم الدمعة ومن بكانا كما قال الإمام الصادق عليه السلام فقد أدى حقنا فقد أدى حقنا أنا ما بدي أطول كثير عنا اليوم روايات لكن أحبابة أني قدم بعض الشؤون وبعض الإشارات عن مقام أداء حق الشكر في مثل هذه الليالي علّة علّة نلفت نظر تلك الوجودات نظرة رحيمة تكشف بها عنا ظلمة هاكفة جفت منها الضروع وتلفت منها الزروع وانهملت من أجلها الدمو فحظا حظا لغراس غرسها بيد الرحمن وشربها من ماء الحيوان إن تكن بيد الشيطان تحزو بفأسه تقته وتجز فمن أولى بأن يكون عن حريمك دافعا كن من حريم هذه الخيام بس تحتاج إلى نظرة نظرة رحيمة شفيقة نظرة من ملك قدير ورؤوف رحيم إن علي عليه السلام قد كلف أهل بيته بالحقائق الوجودية وواجهوا الناس بقضاء حوائجهم سواء بحكومات أو غيرها هي كنها عند علي أن الحكومة ما بتسوي عندها عنكن هذا خسف النعل ولكن الحقائق أن الحكومات هي قضاء حوائج الناس وتعليمهم سواء حوائج الدين أو حوائج دنيا هذه حقيقتها لذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات الصفة التي وصفها الله سبحانه وتعالى لآل محمد أن لم يجعل بينه وبين آل محمد حجاب بل تحدث أن نوره نوره الله مش بزمان الزمان هو لتقلب الوجودات ولكن نوره وجود ذاتي الله يكشف لنا أن المصباح حقيقته آل محمد عليهم السلام التي تكشف في كل رتب الوجود الذلمات فتبصر الناس ولذلك قال الله لنبيه وإنك لتهدي إلى سراط مستقيم وقال في إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين ما بتفقه كتاب الله سبحانه وتعالى ما بتفقه كتاب الله هذه الحقيقة لو بدوا يؤمن لو بدوا يؤمن ما يؤمن أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون مش رح نآتل حدا على هذه الحقيقة مش رح نآتل أبدا حدا على هذه الحقيقة على اللي بد يآتلنا يجرب يعني على كل حد الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات انتهت حقيقة المثل النور الإلهي الذي يضاء للملكوت وللأنبياء وللروحانيين وللكروبيين وللربانيين ولغيرهم من خلق الله الذي يرى وما لا يرى حقيقته بالنور يهتدي وحقيقة النور هي هذه المشكات في الكافي يروي حديث نعم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فاطمة فيها مصباح الحسن المصباح في زجاجة الحسين الزجاجة كأنها كوكب دري كمان فاطمة وهم فاطمة بين نساء أهل الدنيا يوقد من شجرة مباركة إبراهيم زيتون لا شرقية ولا غربية لا يهودية ولا نصرانية يكاد زيتها يضيء يكاد العلم يتفجر بها ولو لم تمسسه نار نور على نور إمام منها بعد إمام يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله للأئمة من يشاء تحويل القلوب وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا مقام هداية الأمر غير مقام هداية الخلق وهي عمل في القلوب ألا له الخلق والأمر يعني الظاهر والباطن لذلك قال الله عن هذه الحقائق أن شجرة لا يمكن على الأطلاق أن يماثلها وجود وكشف عن حقيقة الشجرة هذه الشجرة التي الخلق جميعا شيء وهذه الشجرة شيء والوصول إليها هي ورقة والوصول إليها هي ورقة على هذه الشجرة والشجرة والشجرة هي التي تحمل الأوراق وخفت الورقة لماذا؟ لصمود الشجرة لذلك قال الله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين وهي بحقيقة قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بمقالب اليداه يعني كل حين مقام البسط ومقام التنزع تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها هي من مقام الإذن الإلهي ما كله بالله الكلام يا أخوان مش في آل محمد والله ولا يا ذولادة كفر شرك في الله مين ملك الله كلامنا كله الله مين ملك أكتر وكل ملك عظيم ملك اللي دونه فكل شيء هو من الملك العظيم وهي حقيقة الشجرة هذه الشجرة هذه الشجرة ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ويقول ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار الله يتحدث عن شجرة خبيثة أنا اشتثت كيف اشتثت أين تشتثت اشتثت بسيغة الماضي أين تشتثت حينما أخذ العهد على الحسين من قبل أن نبرأها كما قال الله في كتابه بالقتل في كربلاء من قبل أن نبرأها هذه المصيبة التي كتبت ما من مصيبة إلا في كتابه من قبل أن نبرأها كتبت هذه المصيبة الكبرى الراتبة التي يثار الله لأنها فعل الله لأنها طاعت الله لأنها قامت بمقام حكمة الله وإرادة الرب ليس جهل غلبي دفع فاتورة كل شيء كتب دين أنا أقوم بدين الأنبياء وزعه أمير المؤمنين على كل أولاده وزعه على كل أولاده بالبرهان عن أبي جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرقها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه قال الشجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى الله وصلى على محمد وآله محمد نسبه سابت في بني هاشم وعنصر الشجرة عنصر الشجرة فاطمة لذلك قال الروح التي عنصر حقيقتها لبه وفرع الشجرة ظهور مقام الإمامة علي أمير المؤمنين عليه السلام وأغصان الشجرة وثمارها الأئمة عليهم السلام ثمار وورق الشجرة الشيعة المراد من الشيعة هون الأنبياء فما دون هلأ بيجي الكلام مفصلا عن هذه الحقيقة وإن المولود ليولد فطورق ورقة وإن الرجل من الشيعة لا يموت فتسقط ورقة قلت جعلت في ذاك تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها إلى أن يقول ثم ضرب الله لأعداء آل محمد مثل فقال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها من قرار اتهت خلصت اشتثت لذلك وصفت يغلي في البطون يغلي هذا سينكشف لذلك العالم سيتحول نيران علوم أموية ستتحول نيران في البطون لأنك أكلت من علومها ومن شجرتها المشتثة ليس لها قرار وأن وجودها كالذر يوم القيامة تطأهم الخلائق ولا علو لها لأن مقام العلو في مقام شيعتنا حيث يقول شيعتنا من العالين لأن معارفهم عالية وأرواحهم ملكوتية كيف تكون أرواحهم ملكوتية حينما يخضعون لحقائق الوجود النورانية منذ الزمان الأول إلى آخر لابدوا يسوي باطن وباطن جاهل والعياذ بلا مثل الأمر ويروح هذا ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا بعرف شاهر قال أني آنست نارا قال لأهله أمكثوا أني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما آتاها نوديا عساس يجيب عودة ويدف أهله قال له هذه الشجرة شيء تاني خلينا نشوف هذه الشجرة من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أني أنا الله رب العالمين الله يتحدث بالشجرة الله يتحدث بالشجرة يعني عشواء إذا منا نعمل ثقافة آنوية منقول آيه ما الشجرة فتحت تم هك والله ما قادر أنه يحكيها وقالت له تير بي لك أنا الله تصبط للخشبة اليفسة بس ما بتصبط لرسول الله تعالي نشوف أنا أتحدث عن الشجرة لأقول لكم أن رسول الله وأهل بيته هم لسان الله الذي ينطق الله بها بتمام النطق لأنهم تمام عباد الله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولذلك قال الله الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات تغرب الحجاب الأول هو فإذا الله بده يحكي من أني بيحكي بيحكي من أكمل شجرة مش الورقة اللي بتحكي بتحكي أصل الشجرة هي الناطقة عن الله سبحانه وتعالى والله لا ينطق إلا بها لأنها أشرف الوجودات وأقربها إليه حيث قال ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته هذه الشجرة التي لم تجد لشيء بل كل شيء أجدها لها حيث قال لإبليس استكبرت أم كنت من العالين ليش ما بدك تسجد لآدم ما منعك أن تسجد لآدم استكبرت أم كنت من العالين ما أجد الله الملائكة لآدم إلا للنور الذي استودعه من أنوار أشباحنا في صلبه هل هذا موجود ولا مش موجود هو سجود لله عز وجل طاعت الله بتاركيف تسجود لأ الله وقالت لأ الله بيأمرك سجد على الكعبة بسجد على الكعبة تسجد لجهة الكعبة وسجود لله وسجود للحجر والله ما ترح ما بده يحط الله قبلته يحطه فوق حتى لآدم وسر السجود لآدم للملائكة أنه أنه فيه أنوار آله محمد بالاختصاص عن المفضل بن عمر أنه أعتذر منكم اليوم شوي بس رويتين صغار عن الصادق عليه السلام أن بقاع الأرض تفاخرت ففخرت الكعبة على البقعة بكربلاء فأوحى الله إليها اسكت ولا تفتخر عليها فأنها البقعة المباركة التي نودي منها موسى من الشجرة يعني بعض وأنها الربوة التي أويت إليها مريم والمسيح وأن الدالية التي غسل فيها رأس الحسين فيها وفيها غسلت مريم عيسى واغتسلت لولادتها إذن منبع الشجرة وظهورها التام بش بمقام الاحتجاب بالكعبة بالكعبة ضلت مخفية حيث إبراهيم نادى اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم قدومك للكعبة مش لأجل توقف للحجر وتقول له يا الله قدومك للكعبة تيجي تسلم على آل محمد وتبايع في معهم الكعبة دلتك بعد ما تحج بتدلك على كربلاء بدك توصل للمعنى الحقيقي روح على الشجرة شو قال له إني أنا الله رب العالمين بحجاب رسول الله وحجاب الأئمة فإذن معنى رسول الله الحقيقي وين معناه الحقيقي وين معناه الظاهري في هذه الكعبة معناه الباطن الحقيقي الوجودي وفي كربلاء كربلاء هذه من البكاء لأن كربلاء هي التي دفعت ثمن بقاء الكعبة وإلا ما حقتها جنود الجهل الجهل وجنوده لما حقتها كربلاء إلى حق على الكعبة ولذلك السلام عليكم أيها الذابون عن توحيد الله معنى التوحيد مش الله بالسماء وما في اتنان يعني تارشو التوحيد اللي بيقول الإمام الصادق من فروعنا توحيد إن قطيع باب الله في الأرض هذا بيكون توحيد إنه في السماء إله وفي الأرض إله ولهيته بالأرض هي طاعة نبيه أو وصيه هيك بتكون موحد وبتكون مشرك وقت اللي بترفض وصيه بترفض نبيه بتكون كافر حبه إيمان وبغضه هذا التوحيد يعني بعد شوية التوحيد ما فيه الله الله يا حبيبي هذا اللي عم تشرله فوق هو نفسه اللي أمرا كان يطيعها فإذا ما بطيعها أنت مش مؤمن بإلهيته فإذا مش موحده معنى التوحيد هو أن لا تأخذ أمر إلا منه حقيقته الأحد أن لا أحد غيره التي قال الله فيها قل هو الله أحد يعني لا أحد يعني لا أحد غيره فإذا الله لا تفتخري لأنه إليك أنت بدك تؤدي حق الشكر لمن لكربلاء الفخر لا لا لأنه بقائب بوجوده وبدفع فاتورته يعني بعض الأصحاب الوش شيء تعملون لنا كربلاء أهم من الكعبة شو ما الله بيقوله حيث حيث قال الله فاجعل أفئدة من النبي إبراهيم لهك يا حبيبي لو كانت أفضل لكان إبراهيم قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه ولم يكن تهوي إليهم ما في عقول لا أحد هذا مش إيمان الإيمان الله بيقول صلوا صموا آمنوا بالآخرة خلاص هيد الأمن بالآخرة أنت تعرف شو معنات آخرة إيمان بالآخرة بتعرف شو هو لمدعيك كتاب الله سبحانه وتعالى كم من مؤمن بالآخرة والله يقول أنه كاذب لذلك قال الله سبحانه وتعالى لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخرة يودون من حد الله ورسوله وبإجماع المسلمين مش نحن بإجماع المسلمين من حد عليه فقد حد ومن أبغض ابنتي فاطمة فقد أبغض ومن أبغض أحد من الأمن فقد أبغض هذا بإجماعهم بإجماع الآية القرآنية كلها أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة هذا بيقول أنا بؤمن بأ الله و الله بيقول أنت كافر وبقول له بؤمن بالآخرة وبقول له الله لا أنت أنت مش مؤمن بالآخرة بس وقت البديوين عطى العلم للجهل بصيروا يتخذون القرآن عظيم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه في كامل الزيارات عن أبي عبد الله عليه السلام قال شاط وادل أيمن الذي ذكره الله تعالى في كتابه هو الفراط والبقعة المباركة هي كربلاء والشجرة هي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومحمد هو من هو علي وأنفسنا وأنفسكم على كل حد بسرعة بسرعة بلا شرح حتى نلحق قداش فينا نقرأ اليوم في رواية بأصل خلقة الحسن والحسين خليني يأمر يأمر يأمرك الله أن تأكل من هذه الثمرة يقول ما تذوقت مثلها قط ورجع عمر أن يأكل من الثمرة الثانية قال له شو هنا الثمرة شو هي الشجرة وشو هي الشجرة قال له هاي الشجرة اسمها حسن وهي الشجرة اسمها حسين تكليفك يا رسول الله أن تهبت إلى خديجة وتواقعها من هذه حتى الصلاة والعبادة محرم عليك لأن الصلاة والعبادة والحج والذكر والصيام وكله قائم بها فتلد فاطمة فتلد فاطمة الحسن والحسين صلوات الله عليهما وبيقوله كلما اشتقت إلى رائحة تلك الجنة الشجرة في الجنة في أعلى ردب عند الله ما في أعلى منها شمرة الحسن والحسين وبيقوله وذرية الحسين من تلك الحقيقة هذه الشجرة مش شجرة وتفاحة وعن ناكل تفاحة وحرعان ومشاء الله موائد يعني تتطلع فيها بتشوفها شوية المعاوية ومادة صفرة يعني مش هيك الشجرة والأكل والطعام والشراب عند آله محمد هي تلك العلوم التي تروي مش ضمأ يفجرونها تفجير قال العلم عينا يشرب بها عباد الرحمن يفجرونها تفجير قال يتفجر العلم على كل حال لذلك لذلك في عيون أخبار الرضا عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي خلق الناس من شجر شتى وخلقت أنا وأنت من شجرة واحدة أنا أصلها وأنت فرعها والحسن الحسين أغصانها وشيعتنا أوراقها فمن تعلق بغصن من أغصانها أدخله الله الجنة أدخله الله الجنة نعم وهكذا ورد عندنا أن الله سبحانه وتعالى أخذ ميثاق النبيين على هذه الحقيقة وعلى هذا الإيمان حيث قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ما بعث الله نبيا من لد آدم إلى عيسى إلا أن يرجع إلى الدنيا فينصر أمير المؤمنين وهو قوله لتؤمنن به يعني رسول الله ولتنصرن يعني أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وهكذا ورد عن أبي عبد الله عليه السلام يقول وتلى هذه الآية وإذا أخذ الله إلى أن يقول لتؤمنن به يعني رسول الله ولتنصرنه يعني أمير المؤمنين ولم ولم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا وأخذ عليه الميثاق لمحمد بالنبوة ولعلي بالإمامة وهكذا عندنا أيضا كذلك الأمر إبراهيم في قوله تعالى وكذلك لنوريا إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين قرأ أربعة عشر أسطر من نور بينهم الحجة صلى الله عليه والسف في مجموعة رواية أنا بجمعها لكم يوم ضياء مشرق ونور متألق ومن حولهم أنوار كثر قال يرب من هؤلاء فعدد له إياهم بالأسماء محمد وعلي وفاطمة الحسن الحسين والأئمة وتلك الأنوار التي هي تحضق بهم من كل جانب قال هذه أنوار شيعتهم قال اللهم اجعلني منهم فقال الله قد جعلتك فأنزل وإن من شيعته لا إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم هي هي المشكلة تعرفوا شو القلب السليم أن لا طاعة لأحد من وجود هؤلاء وأن هؤلاء هي الميزة سلامة القلب أن لا أغش أهل محمد لأن غشك لأخيك هو غش لأهل محمد إلهي بآل محمد عليهم السلام اجعلنا ممن يقيم حقائق عزائهم ويؤدي حق شكرهم في رتب الوجود في رتب فنكون ممن ينفس كربهم ويرابط على ولايتهم لذلك الثابتين على ولاية إمام الزمان في آخر الزمان مثلهم مثل الملائكة التي سجدت لآدم والمستكبر مستكبر عن هذه الحقيقة إلهي بحق إمام الزمان وبحق آبائه وبحق هذه الليلة التي عقائقها دمعة عن هذه المعارف تزيد عذوب ألف ضعف اجعلنا ممن ينال نظر من نظراتها الرحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ترفعنا به عن قل ضعف وتغفر لنا بها كل ذنب إنك ولي الأحسان واغفر لإخواننا المؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته